هذا يأخذني إلى تغريدة التي قصيخوا لي بعد فوز خوكين فنكس بالأوسكار كتب على تويتر يمكن تطلع معنا على الشاشة هذه التغريدة ممكن يأتي هيك يوم لحظة مو أنا أنه ممكن يأتي هيك يوم نعمل نقدر نعمل شيء مثل هيك بالمهنة العظيمة باختصار شديد اللهجة لا مو ممكن قصيخوا لي هالإموجي الغاضبة أنت معه تشارك هذا الرأي بشاركه أنه ممكن على المستوى الشخصي يعني كعمل مكتمل ككل بأعتد أنه بكير أو صعب جدا أن نصل لهذه المرحلة لأنه هي مرحلة وعي شديد كبير وصناعة وتقاليد مهنة وفهم مختلف تماما لعالم الفن لهذا العالم من أي ناحية لأنه في أخرين ممكن يقولون لك أن المال موجود التقنيات موجودة شو المفقود؟ مفقود كل شيء نحن عم نعمل خليني أقول لك شبه لك مثال هيك سخيف شوي بس هو حقيقة نحن عم نعمل بيتزا بأدوات كوسة محشي بهذه الدرجة نعم بكل أمانة وعلى فكرة مو بس للممثل يعني أنت عم تساوي طبق بيتزا بس كل المعدات عندك ياها تبع محشي الكوسة محشي الكوسة وهون ما بقصد أنه الكاميرات وا 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 إلى آخره تقاليد المهنة غير موجودة مثل شنو مثل إيش إيش المفقود يعني اشترح لي للجمهور ولكل من يسا يتابع أنه شو المفقود؟ شو المفقود؟ أنا المفروض أحلك أبسط شيء أنا المفروض إذا أريد أن أشتغل على دور أعرفه هلأ للسنة الجاية صح؟ صح وأشتغل عليه من هلأ للسنة الجاية إذا أريد أن أحترم عقل المشاهد جدا 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 وأشتغل على نفسي وذاتي كبني آدم وإقدر أشتغل نظريا ومن ثم عمليا بحاجة لوقت بحاجة لكثير مو بس أنا المخرج والكاتب والممثل والحتى المدير التصوير والإضاءة والديكور وعملية الإنتاجية كلها ياتهي بتتم كلها ياته بمهنتنا بتتم بزمن بسيط جدا قد يتم برا لتنفيزهم حلقة وحدة نحن بنعمل فيها موسلسل